ووطني دا ما كنتش هتبقى إيه الحركة البديلة وهو الحوار الوطني دا مين عملوا هل هو نتيجة اه صراع الأحزاب ونضال الأحزاب من تحت الفوق فعملين هم حوار وطني لا أبد طيب في النهاية الحوار الوطني ينتهي طيب اسأل الأحزاب دي كلها اللي عام לה ردود عدد أعضاءكو في البرلمان او في مجلس الشيوخ قد ايه يعني في مجلس النواب او في مجلس شيوخ قد ايه اين انتم يا جماعة ما تخلينا نصارح بعض ما عندناش حركة سياسية قوية ولذلك انت لغاية النهاردة مش عارف تطلع مرشح يدخل الانتخابات الانتخابات بعد بكرة انا اسف انا قلت الكلمة دي مبارح فقاله عمري قديم عارف مش بعد بكرة اه هي كناية انه قريبة يعني فهي قريبة جدا فين مرشحينكو يا جماعة ما انت لو قوي ما انت علشان تروح تلم الكام الف اللي هم يعملوا لها التوكيل من الشارع فيها حساب متحفش اعمل الكلام ده مش هتعرف تجيب التوكيل فين الكدر بتاعك يا جماعة طبعا هذه ليست مقارنة هذه هي ايه ليست مقارنة ولو بقت مقارنة ابا الراجل انا مفهمش المناظرة الاخيرة مش الاخيرة اللي هي اتعملت من فترة ولكن هي ليست الاخيرة هي واحدة منهم اللي ترامب مرضيش يحضرها الحزب الجمهوري بس كان واقف تسعة بيتنفسه على منافسة الحزب الجمهوري حيرشح مين حيرشح مين وانت هنا عندك حزب معرفش يقف فيه اتنين قدام بعض رئيس الحزب قرر انه لا انا اللي داخله فيش حد تاني بقولك تمانية من حزب واحد عشان يختاروا منه واحد يقف قدام المرشح بتاع الحزب الديمقراطي هذه ليست مقارنة عشان كده بقولك ايه انت فيه خطواتك الاولى من الديمقراطية انتو عايزين الحق ولا بنعمه انت لغاية النهاردة سيبك بقى من الكلام ده تعالى للهارد لاينرز اللي هم بقى المعارضة السيخ اللي هم يعني الناس اللي كانوا موجودين من 2011 وقبل 2011 اللي ايه الرموز حتى الان لم يتفقوا على مرشح بالانتخابات الرئاسية وفيه اجمل من كده يعني انا لو انا الرئيس موجود النهاردة هعاوز ايه اكتر من كده معارضة ما يطلعوش حد لغاية النهاردة انا محتاج اشوفك انا محتاج اسمعك انا محتاج تتكلم انا محتاج